لا تزال المعارك الطاحنة تدور بين القوات الكردية ومقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في أشرص هجوم شهدته مدينة كاركوك العراقية الغنية بالنفط وأعلن محافظ كاركوك بعد زيارته لجبهات القتال هو المناطق التي استعادتها البشمرقة أن خسائر تنظيم داعش في معارك جنوب كاركوك بلغت أكثر من 300 قتيل إضافة إلى مقتل عدد من مقاتل البشمرقة الكردية من بينهم ضابط بردبة عميد وآخر بردبة لواء وأكد أن كل الموظفين المحتجزين لدى داعش عادوا إلى منازلهم بعد تحريرهم من قبل القوات الكردية بدوره أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 26 ضربة جوية في العراق في هجمات متواصلة على أهداف لتنظيم داعش قرب مدينة كاركوك كما أعلن وزير الدفاع العراقي خلال عرض عسكري نظمه سلاح الجو العراقي أن العمليات العسكرية ضد داعش قد تنتهي خلال أشهر استطعنا أن نضع الجيش على عتبة مرحلة جديدة لعادة الهيبة له وإلى دامة الثقة الشعبية به في نفس السياق قتل ستة من عناصر الحجد الشعبي وقرح ثمانية وعشرون أخرون اليوم بهجوم نشنه داعش شمال مدينة سمراء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق رافقه تفجير شاحنة مفخخة يقودها انتحاري عند حاجز للتفتيش نحن في أتون حرب أعلنية ثالثة كل عواصم العالم مهددة أعلن مصدر أمني في شرطة نينوى اليوم عن قيام داعش بتفجير كنيسة الطاهرة وسط مدينة الموصلة التي تعد أكبر وأقدم الكنائس في منطقة الشعارين وسط المدينة مما خلف ضمارا واسعا في الكنيسة والأبنية المجاورة لها شكرا